يبدو أن عام 2010 هو عام التألق للمطرب ماجد المهندس الذي يسجل نجاحات ملفتة في كل ما يقدمه من نشاطات فنية ومع كل خطوة يخطوها يزداد حضوره وتكبر محبته في قلوب معشديه خلال مشاركته بإطلاق الخدمة الجديدة التي جمعت بين شركتين روتانا وزين للاتصالات في الكويت والتي تابعناها في لقاء خاص كان للزميل أحمد الكوجوك لقاء آخر مع المهندس وجه فيه تمني للفنان كاظم السهر كما كشف فيه عن تعاونات جديدة مع مجموعة من المطربات قد بدأت من قبل عرفك لا ربي ما بدأت ونت الحياة لابس الهبري وقالبت وقالبت يا بعد زوج العيوني والقالبت وحضور فني مميز ومكثف للنجم ماجد المهندس في الفترة الأخيرة فمن تلحين وغناء أوبريت الجناديرية إلى تصوير عدد من الكليبات بين لبنان وسوريا إلى إحياء حفلات في مختلف المدن العربية والأجنبية هذا فضلاً عن تصوير عدد من الحلقات التلفزيونية والإذاعية أما آخر نشاطاته فكان حضوره اللافت والمميز في معرض زين في الكويت حيث خص ماجد المهندس النشرة ببعض أموره الفنية عرفنا أنك عم بتحضر ألحان لشيرين عبدالوهاب أحلام والسيدة نوال الكويتية وين صاروا هالألحان وليه قررت تتعاون مع هول ثلاث أصوات النسائية فقط بالعكس أنا شروف نتعاون مع هذه الأصوات ومع أصوات غيرها أكيد فنانين أو فنانات بس يمكن الفرصة هي اللي تأدي لهذا التعاون الحمد لله كل يعني علاقة بكل الناس بوسط الفن علاقة محترمة ورائعة جداً بس الظروف هي اللي يعني وصلتنا لهذا التعاون الحمد لله انتهينا من تسجيل وتركيب صوت شيرين وانتهينا من تسجيل وغنية أيضاً الكبيرة نوال وطمان كل من فنانات كبار أكيد نوال وأيضاً إن شاء الله يجعل على أغنية أحلام وفيه منفاجهات كثير حمل إن شاء الله جديدة ميجنا وع الميجانة وع الميجانة يا ضريف الطول حول عندنا ميجنا وع الميجانة وع الميجانة يا ضريف الطول حول عندنا ممكن تأخذ لحن من زميل أو زميلة طبعاً بالعكس أنا معروف بكل وسط الفني ما عندي مشكلة بالتعامل ما عندي مشكلة أسماء الاسم كبير أو فنان شاب أتمنى ما عندي مشكلة المهم العمل هو اللي يفرض نفسي علي تغنيت من ألحان قازم ليه بعد ما قدمت له لقازم لحن؟ يشرفني طبعاً يشرفني يعني أبو سام فنان كبير وكان اللي يشرف أن أغني من ألحانه بغنية نامية عيني إن شاء الله إذا يسمح لي وينطيني هذا الشرف أكيد راح أقدم العمل كثير حلو بإذن الله جمهورك بموازين ناطرك كيف متوقع يكون هالحفل؟ يعني أكيد جمهور المغرب جمهور ذواق أكيد وجمهور أكثر من رائع ووحشوني بصراحة من زمان ما راحت حفلات في المغرب مكمل خمس سنين بمراكش كنا إن شاء الله رب الله يقدرني وأقدر أسعدهم وقدم لهم يعني حفلة كبيرة وحلوة منهد بعين ياص وغلت ذهر يا ريام الواردة شط العرب منهد بعين ياص وغلت ذهر لو مشت على الجزر حد